هذا الرقم مؤكد في الأمم المتحدة أن العراق تعرض لإشعاعات نوية بأكثر من 4000 مرة من القنبلة النوية التي ألقيتها على اليابان مثبت رسميا هذا مؤكد ومثبت رسميا اليابان ضربت في منطقتين ولكن العراق ضرب في 400 منطقة ضربت في الموصل وفي السليمانية وفي أربيل وفي الناصرية وفي كربلا وفي السماوة وفي البصرة راح أجيك دكتور هاتف ما حول راح أجيك على منطقة منطقة مدام أنت قررت أن نبدأ من الحوار من هذا راح نجي منطقة منطقة بعد صدور قرارات مجلس الأمن 687-707-715 بعد خرب الحليج الأولى 91 وتشكيل فرق التفتيش المعلومة تقول قام النظام السابق حتى يظل الفرق التفتيش التي أسبح العراق متاحا أمامها بنقل عشرات الآلاف من الأطنان معدات منظومات أجهزة مركبات يورانيوم وغيرها إلى موقع الجزيرة في الموصل وتمرها تحت الأرض على عمق أمتار خطورة هذا الأمر كيف تم التعامل مع هذا؟ هل بدأت الكارثة من هنا دكتور هاتف؟ أستاذ نجيم الكارثة بدأت في سنة 1991 ضرب العراق بمناطق عديدة في كل محافظات العراق وبالتالي كانت ضربات قوية من قبل الولايات المتحدة وحليفاتها ومن قواعد الخليج وغيرها ضرب العراق بعدة ضربات من اليورانيوم والمنظب وهذا مثبت في الموصل كما ذكرت لك أن الولايات المتحدة كانت على علم ولديها مخابرات واستخبارات كانت تعلم أن النظام طمرها بأمتار قليلة من الموصل في جزيرة وعداية وفي جوار جامعة نينة وجامعة الموصل وبالتالي بعد السقوط الولايات المتحدة أخذت ما يفيدها من هذه المنظومة اليورانيوم للطاقة السلمي وباعتها على الدول الأوروبية وغيرها ولكنها أبقت الظار موجود وبالتالي تناولته للأسف الشديد أياد القرى والأرياف وبالتالي أصبح في متناول يد أنا أجزم أن هذا اليورانيوم الآن قد خلط مع المياه الجوفية في مناطق عديدة وفي كل محافظات العراق للأسف الشديد وليس هناك أي تعامل حقيقي لا من الدولة وهناك إخفاق وفشل كبير جدا من الدولة في التعامل مع هذا الملف وهناك سكوت للأسف الشديد وأعتبره سكوت حقيقة مقصود لأنه ربما تخوفا من أولايات المتحدة وغيرها ولكن لو كانت هذه القضية في أحدى الدول الأوروبية وغيرها كما حدث في لوكربي مع قضية ليبيا وغيرها قاموا الدنيا ولم يقعدوها وأخذوا تعويضات هائلة أخذت الولايات المتحدة ببرج الدولي التجارة الدوليين من السعودية تقريبا يقارب 400 مليار 400 يعني مليار دولار وبالتالي أخذوا تعويضات ولكن العراق أنا ما أعرف ليش هالخنوع وليش هالسكوت هذا أما هذه الجريمة التي يعلم بها قبل التعويضات قبل التعويضات خليني هسا بالموصل بعد ال91 الولايات المتحدة الأمريكية لقيت هاي المعدات أخذت النافع باعته طيب ليش ما طوقت المنطقة بسياج أحمر أو أنه عدم الاقتراب منه ليش ما صار هذا وبالتالي نمتلك الحق القانوني بإقامة شكوة أمام المحاكم الدولية أستاذ نجم لا الولايات المتحدة لا يهمها المواطن العراقي المواطن العراقي لا يكون من ضمن أولوياتها ولا من ضمن حساباتها للأسف الشديد بل نحن ينبغي علينا أن يكون المواطن العراقي من ضمن أولوياتها هي تركته في العراء للقرى والأرياف حدثت في النهروان حدث انفجار هم الولايات المتحدة كانت قواتهم موجودة في النهروان جسر ديالع حدث انفجار في هذه المنطقة الموجودة بها حقيقة يورانيوم منظب تركوها وأصبحت المنطقة حقيقة متاحة ومباحة ضربوا حقيقة عدة آليات عسكرية في الناصرية وبالتالي بقيت الآليات العسكرية لا يحرسها إلا شخص واحد الآن وهذه مشكلة وطامة كبيرة في البصرة لا لا قبل البصرة المعلومة اللي عندي يقول وجود اليورانيوم المنظب بعد حرب 2003 بالناصرية تحديدا يصل إلى 3 طن هذا اللي تم حصره ب36 قطعة مع الأتربة الملوثة هاي القطعة اللي تم حصرها ال36 اللي سببت 3 طن تلوث ال36 قطعة بحوزة من الآن بالناصرية